التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رودلف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMACGM وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناولى تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر وقد أثنى رئيس السيسي على التعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية بما يدعم توجه الدولة للتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي استشد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ 24 ساعة إلى 23 شهيدا كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي ومحيط مستشفى الأمل لما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والقرحة وفي قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال القطاع استشهد أربعة فلسطينيين يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك غزة ما يرفع عدد قتله إلى 525 منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن الحرب على قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025 وعرض نتنياهو خلال اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية توفير المساعدة المالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى المناطق التي تم إجلاؤها بغلاف غزة هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رؤساء المجالس المحلية أكدوا لنتنياهو رفض معظم سكان غلاف غزة العودة في هذه المرحلة بسبب استمرار إطلاق السواريخ ومخاوف أمنية أخرى يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقارير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة أعلنت الخارجية القطرية أن وساطة مع الجانب الفرنسي نجحت في التوصل إلى اتفاق لإدخال الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة وأوضحت الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل أيضا تسليم المساعدات للمدنيين في غزة مقابل تسليم الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع مشيرة إلى أن المساعدات ستصل اليوم إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة أعلن الرئيس الفرنسي منويل مكهان أن باريس قرارت عادم للضمام للضربات ضد قوات الحوثيين باليمن لتجنب التصعيد وأكد مكهان أن توجه بلاده إذا الوضع في البحر الأحمر دفاعي وأن باريس ملتزمة بهذا الإطار في الوقت نفسه أكد مكهان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وأن فرنسا تعمل على حماية مواردها قال ديبلوماسيون أوروبيون أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات قوات الحوثيين في البحر الأحمر وأضف الديبلوماسيين أن الهدف هو تشكيل مهمة في موعد أقصى التاسع عشر من فبراير على أن تبدأ العمل سريعا مشيرين إلى أن العديد من القادة في أوروبا يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة وصلت المعارك الدائرة في السودان منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى جزيرة مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي وأوضحت مصادر أمنية سودانية أن قوات الدعم السريع حاولت التسلل عبر منطقة النقع والمصورات إلا أن القوات الجوية تصدت لها مؤكدة عودة الهدوء إلى المنطقة ورياضيا طالق اليوم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري باستاذ القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس الفين واربع وعشرين ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد الخوض أولى مواجهاته أمام غينيا في الثامنة مساء اليوم حيث تنقل مباراة البطولة قنوات أن تايم سبورت والتي حصلت على حقوق البث انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل